لو في يوم من الأيام خشيت جي تي اي اونلاين وتفاجأت انه هناك مركبة فضائية تشير الى حرفي الفي اي في كلمة فاين وود الموجودة في لوسانتوس كيف رح تكون ردة فعلك تفتكرون الكلام اللي قلتلكم عليه أمس يب ترصار اليوم أمس يا أخوان تويتر كان حفلة حفلة بشكل هستيري كل واحد ينزل توقعاته كل واحد ينزل تحليلاته كل واحد ينزل الكلام اللي فراسه بعد آخر منشور لروكستار جيمز في تويتر بعضهم حلل بشكل منطقي الآخر بشكل هزلي وبعضهم بالغوا في التحليل بشكل كبير جدا كالعادة الناس اللي في تويتر ومتابعيني في تويتر عرفوا الموضوع على طول لكن كثير منكم ما درى لذلك تابعنا لحساب في تويتر ترى دائما نغطي الأخبار أول بأول هناك فحياكم الله جميعا على العمومة بالأمس روكستار جيمز نشرت صورة لجي تي اي أولاين للاحتفال بيوم القمر أو زي ما سمت روكستار بالمون فيستفل ويصير في 29 سبتمبر لكل سنة وبمناسبة هذه الاحتفالية قدموا هذا التيشرت مجانا لكل واحد يسجل دخوله في جي تي اي أولاين هذا الأسبوع أبغاكم تأخذوا لكم كذا نص دقيقة وتتأملون في الصورة وأبغاكم تقولولي إيش لاحظتوا في خانة التعليقات يب مثل ما لاحظت بالضبط حرفي ال-V-I اللي بالخطة العريض مكتوبة وكلها نعرف إنه ال-V-I بالحروف الرومانية تعني الرقم 6 تلميح واضح وفاضح لجي تي اي سيكس من روكستار جيمز ما هي صدفة ولا هم يحزنون روكستار جيمز قاصدتها بنسبة 100% لا تقولي صدفة صالح ولا أي حاجة ثانية روكستار جيمز بوضعها ال-V-I في هذا المكان تلميح واضح لجي تي اي سيكس وكل هذه التحركات يا أخوان تراها جس نبض قبل الإعلان الكبير لجي تي اي سيكس في الفترة القادمة على العموم خلونا نرجع للصورة من جديد وتحديدا نرجع للناس اللي يقولون إنها ما هي تلميح الحين الحين ضاقت كل الأماكن في لوسانتوس وجاءوا يصورون التي شيرت عند كلمة فيل وود تحديدا ولا لا لا الحروف الأخرى الموجودة في الصورة كلها كلها مطموسة وغير واضحة إلا حرفية ال-V-I فقط موجودين وواضحين وبالخط العريضة حرفيا كانوا يقدرون يحطون أي شيء خلف الشخصيتين ويصورون هذا التي شيرت في أي مكان من عالم لوسانتوس لكنهم اختاروا المكان اللي فيلوا الكلمة الوحيدة في عالم جيتي اي في اللي فيها حرفي ال-V-I واللي هي فاين وود وشطبوا كل الحروف الأخرى وخلوها غير واضحة وخلوا فقط حرفي ال-V-I بالخط العريض واللي هي واضحة وحطين كمان تحتها أنوار يا رجل تلميح ونص تلميح كذلك لجيتي اي سي اكس ولاحظوا لاحظوا يا أخوان أنه كل هذه الأمور قاعدة تصير كل ما اقتربنا من شهر أكتوبر اللي يشاع فيه رح يعلن عن جيتي اي سي اكس فخلونا نتفق يا أخوان أنه هذه تلميح حقيقية لجيتي اي سي اكس من روكستار جيمز ونقطة نهاية الصدير تمام؟ تمام تعالوا نشوف بعض المبالغات والتحليلات اللي صارت أنا بذكرها وعاد أنتوا يحكموا عليها وإيش رايكم فيها أحدهم قال كيف ما لاحظتوا أصابع الأرانب في الصورة تراها ستة وستة يعني جيتي اي سي اكس إذن تلميح البعض الآخر طالع في الأرنب بكبره وقال أذانيه مع الجزرة اللي شايلها في يده تشكل حرفي الـ VI وVI بالحروف الرومانية تعني الرقم ستة لذلك تلميح لجيتي اي سي اكس كيف ما لاحظتوا طبعا قبل ما نكمل أبغرائكم في التحليلين هذولا هل تشوفون كلامهم منطقي ولا أن التحليل أوفر جدا 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 وقفوا المقطع واكتبوا لنا إجاباتكم في خانة التعليقات أوكي هناك بعضهم ركز فيما هو مكتوب في حرفي الـ VI نفسها في الصورة أحد متابعين في تويتر اسمه براء يقول أنه في حرف الـ V من VI مكتوب داخله بالخط الصغير الرقم ستة زي ما تشوفون رأيكم يا أخوان عن نفسي صراحة أشوفها مبالغة شوية ممكن تكون منطقية والرقم ستة لكن الموضوع جدا جدا صغير ومو ممكن أي واحد يلاحظه وروكستار لو بتبت ترمي تلميح ما رح ترمي بهذا الشكل الصغير جدا رح تخليه بشكل واضح وإنه أكبر من اللي ذكرته يا براء بشوية اللي لاحظت صراحة أنا هنيك لكن الموضوع جدا جدا صغير وما أتوقع أنه روكستار جيمز تقصد بيلو أي حاجة طبعا في طرف آخر من اللي لاحظوا بعض الأشياء الموجودة على حرفي الـ VI نفسها لاحظوا أنه على حرف الـ I من VI مرسومة تفاحة فرح قال أنه يوم التفاحة يصادف يوم 21 أكتوبر لذلك جيتا اس اكس سيعلن عنها في 21 أكتوبر القادم عد هذا صراحة أنا بجاوب عنكم بالغ بالغ وأوفر تحليل ومبالغة وهوس بالتحليل يا ليتك يا رجل تهتم بدراستك وحياتك مثل ما تهتم وتبذل مجهود كبير جدا في التحليلات هذه طبعا هناك أناس آخرين ركزوا على القمر الموجود في الصورة خصوصا أنه الأمر بكبره احتفالا بيوم القمر مدري احتفالية القمر 29 سبتمبر وصاحب التحليل ذكر أنه شكل القمر في صورة التلميح ما خذ شكل أو مرحلة الوينينج جيبز أو التضاؤل الأحدى بالعربي والشكل هذا ياخذ القمر بين فترة وفترة فالآدمي هذا قال أنه ركستار جيمز واستخداما لهذا الشكل من القمر في هذه الصورة قاعدة تلميح لنا عن موعد إعلان جيتي اس ايكس بمعنى أنه لما القمر في الحقيقة يوصل لهذا الشكل أو التضاؤل الأحدى برح يعلن عن جيتي اس ايكس 2 أكتوبر 2023 ومن ثم 1 نوفمبر 2023 فقالها هذا هو موعد إعلان جيتي اس ايكس واحد من التاريخين طبعا طبعا تفسيره صراحة ممكن أتقبله مع إعراض بسيط جدا بسبب المبالغة الكبيرة جدا لكنه أهون من اللي قبله وقدم تفسير مقنع على الأقل فإيش رأيكم يا أخوان عن تحليل هذا الآدمي لهذا الموضوع طبعا عن نفسي صراحة أحترم كل وجهات النظر وأحترم تحليلات كل الناس اللي حللوا الصورة الأخيرة لروكستار جيمز لكن عن نفسي ما رح أخش في التحليلات العميقة والمبالغ فيها وفقط رح أخذ الواضح وإن روكستار جيمز فعلا حقيقة أشارت إلى حرفي الـ VI اللي تعني الرقم 6 أو جيتي اس ايكس في آخر منشور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا زيادة ولا نقصان فنعم يا أخوان أخيرا نحن مقبلين على شهر أكتوبر المنتظر والجيد أنه هذه المرة في بوادر جيدة وتحركات من روكستار جيمز توحي لنا أنه ممكن يكون فيه إعلان في هذا الشهر لجيتا اس ايكس فعلا وحقيقة حبيت أنوه على شيء بسيط نهاية المقطع لا تنسون أتوقع أنه الكثير نسي الصوتية المسربة لستراوس زلنيك اللي تم نشرة في موقع التواصل الاجتماعي وقام التكتو انتراكتف بحثفها والليستراوس زلنيك فيها يقول أنه جيتي اس ايكس سيعلن عنها في 23 أكتوبر 2023 ومن ثم كذلك كلام المسرب اللي عرفناه أمس اللي يقول أنه 26 أكتوبر رح يعلن فيها عن جيتي اس ايكس فشهر أكتوبر بأكملوا ملغم بالكامل وخلوكم على استعداد لأي شيء ممكن يحدث في هذا الشهر فحرفيا يا أخوان مؤشرات كثيرة إيجابية لشهر أكتوبر وأنه ممكن يعلن فيها عن جيتي اس ايكس إليك نصيحة مني تابعنا الحساب في تويتر لو ما تبغى شيء يفوتك عن روكستار جيمز وجيتي اس ايكس لأننا رح نكون على أهب الاستعدادات لأي شيء ممكن يصير لجيتي اس ايكس وداخل روكستار جيمز فحياكم الله جميعا وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطع اليوم وفيه شفنا أخر أخبار روكستار جيمز الجديدة والتلميح الكبير والضخم جدا اللي نشرته في مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس شاركونا أراكم في خانة التعليقات هل تشوفون أنه تلميح أو لا وقف المقطع واكتبون إجاباتكم في خانة التعليقات طيب كيوصلنا معكم نهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة